خلاص خلاص نصيح على موضوع الحجاج اللي طالعين من غير تصريح والكلام ده كله طالعين مخالفين وقلنا ان احنا ضدهم وضد كل اللي عملوه شكلا وموضوعا وبمشكر السعودية ومالك السعودية ان هو خلاهم يحجوا سنتوا عارفين الناس دي تسببت او كانت سبب من اسباب تزاحم منهم شخصيا يعني منهم غير الحجاج الاخارين منهم ناس كتير ماتت وناس كتير يعني ما قدرتش الاسعاف تاخدهم ناس كتير منهم يعني عندنا هنا في شمال سينة في ناس منهم ماتت بسبب انها قعدت مغمى عليها اربع ساعات وعلشان معهمشي اشراف طبي محدش عارف هي مشكلتها ايه وهي عندها الضغط وعلى ما الاسعاف جت لها كانت ماتت ناس منهم لحد دلوقتي تيهين مش عارفين يرجعوا معهمش مطوف معهمش حد يعرف الطريق معهمش مرشد معهمش اي حاجة في اي حاجة الله يرحم اللي مات وربنا تقبل منهم حجتهم لانهم كانوا للأسف الشديد وعن نتيجة نصب من ناس ما عندهاش ضمير ومكاتب طلعتهم ودحكت عليهم السعودية خدت اجراء ضدهم ان هي بصمتهم حتى اللي تعبن منهم في المستشفى اتبصم وخده ومنع المدة عشر سنين يعني لو حابوا يعتمروا تاني او يطلعوا حج تاني حتى لو شرعي بعد عشر سنين استفدنا ايه استفدناش حاجة احنا ما استفدناش حاجة غير ان احنا اتفضحنا مصر اتفضحت كل ما حد يكلم لك المصريين المصريين ينصبوا المصريين احنا اتفضحنا انتوا فضحتونا للأسف الشديد كل مكتب وكل شركة وهمية وكل حد ساعد الناس دي تطلع ونصب عليهم وتلحهم بطريقة غير شرعية منك لله وحاسبي الله ونعمل وكيلي فيك فضحتنا وبهدلتهم بهدلتهم وحرمتهم لعشر سنين قدام